في الولايات المتحدة قفز العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس الماضي وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري تسارع بنسبة 22.3% ليصل إلى 109.8 مليارات دولار في مارس وسط زيادة قياسية في الواردات وارتفعت واردات السلع والخدمات 10.3% إلى 351.5 مليار دولار في حين زادت الصادرات بنسبة 5.6% لتصل إلى 241.7 مليار دولار أزمة جديدة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بها الحرب الرؤوسية الأوكرانية حيث كانت الحرب سبباً في أكبر ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وسط مخاوف وحالة من عدم اليقين بشأن موعد انتهاء هذه الحرب حيث يعيش رسم السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة حالة توارئ بهدف خفض أسعار المستهلك والتي سجلت ذروة أكثر من 40 عاما نسبة التدخم في الولايات المتحدة بلغت 8.5% وستتوقعات بوصولها إلى 9% وبحث بتقارير دولية هناك توقعات أن تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها غير المسبوقة في الولايات المتحدة محذرة في نفس الوقت من تداعيات مواصلة معدلات التدخم من ارتفاعها بحلول نهاية العام هذا وتوقع بانك أوف أمريكا أن يصل تدخم الغذاء في الولايات المتحدة إلى 9% بحلول نهاية عام 2022 مشيرين إلى أن معدلات التدخم التي تشهدها البلاد هي الأعلى منذ عام 1981 وتظهر إحصاءات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أن مؤشرات الاستهلاك لم تتراجع حتى عندما وصلت أسعار المستهلك عند ذروة 40 عامة إذ ما تزال نسبة من الأموال المحفوظة لديهم لم تصرف بعد وقد حصل الأمريكيون سواء كانوا أفراد أم شركات على أكثر من 5 تيرليونات دولار على شكل حزم لتحفيز الاقتصاد المحلية وهذه الأموال يجب أن تصرف ما يعني زيادة في الطلب والاستهلاك وهو طريق لزيادة الأسعار